اشتركوا في القناة محروم ثم قال مباشرة على الولي منها الآية الموالية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه ولم يقل لجعلناه جعلناه أجاجا فلولا تشكروا لماذا هنا جعلناه وهناك لجعلناه عطاما أول شيء نفهم الآية أفرأيتم ما تحرفون ما معنى أي تحرفون تعملون الأرض التي يستنبت فيها ويستزرع فيها الزرع والنبات والنبت تعملونها تحرفونها كذا وتضعون فيها البذار أو البذر البذور يعني هاي معنى الحرافة ستقول لي بسموها الزراعة القرآن لفتنا إلى أنه يجمل أن نسميها الحرافة رائفة وأما الزراعة فهي في لغة العرب مش بهذا المعنى ها؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تزرعونه بمعنى إيش تنمونه يعني تنمونه حتى يبلغ غايته هاي معنى تزرعونه لا طبعا الله الذي يزرعه أسنى نحن ولذلك روى ابن حبان في صحيحه وأبو بكر البزار والطبراني من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا يقولن أحدكم زرعت وليقول حارثت قال أبو هريرة ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام أفرأيتم ما تعرضون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فالعبد حارث والله زارع ما معنى الحارث الذي يعمل في الأرض الذي يعمل في الأرض أو يعمل الأرض ويبذر فيها إيش البذر وأما الزارع تبارك وتعالى فهو الذي ينمي هذا إيه البذر ويجعله إيه ويجعله بالغا غايته شجرة أو نبتة أو كذا إلى آخر الله جميل فيمن هذا طيب يقول لو نشاء لجعلناه حطاما شو الحطام فعال من حطمة حطمة الرجل الشاي مثلا يعني يحطموا حطما فالشيء أصبح ماذا؟ حطام مثل جذاذ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم في الأنبياء جذاذ جذاذ حطام فتات كله فعال من فتة فتة شيء يفته فالشيء ماذا؟ فتات وجذة شو جذة؟ قطع الثمر أخذ الثمر أو أخذ الحاصل الزراعي يوم الحصاد يعني اسمه الجذاذ الجذاذ عفوا والجذاذ هو الذي هو الذي يحصد ويأخذ يخطف من الثمر أو يحصد من كذا يسمى الجذاذ جذ الشيء جذه فالشيء وهي جذاذ فتة الشيء فالشيء ففتات وحطم الشيء فالشيء حطام الله يقول هذا الزرع الذي نمى وأينع وبلغ غايته لو نشاء لجعلناه حطاما بمعنى ماذا؟ بمعنى جعلناه تبنا حشيما لا يكاد ينتفع به لا يكاد ينتفع به جميل فهمنا الآية الآن السؤال لماذا أكد باللهم فقال لو نشاء لجعلناه حطاما أما في في الآية التي تحدث عن الماء النازل من المزن وهي الغيوم المثقلة بالمياه قال لو نشاء جعلناه ولم يقول لجعلناه أجاج والأجاج هو المر الزعاق يقال مر أجاج زعاق بالضم أيضا لماذا قال جعلناه ولم يقول لجعلناه في جوابات في العلماء في جواب الشيخ ذكرته اليوم أنا وهو الشيخ ابن عرفة الورغمي الشيخ الإسلام الشيخ ابن عرفة قدس الله سره حين أتى إلى مصر أعتقد في طريقي الحج رضو الله عليه سأله العلماء وطلبت العلم يا شيخنا لم أكد الله في الحرث فقال لجعلناه في الزرع يعني ولم يؤكد في الماء فقال جعلناه أجاج فأجاب بما حاصله والذي أحسبه أنه لم يبلغ المحز شارف ولم يبلغ والجواب سوف ترون أنه أبسط من هذا قال لأنه في موضوع الحرث وما يطلوه من الزرع طبعا والزرح والله ما الذي تقول لي بس الله فقط ما الله قال يعجبه الكفار لهم الزرع موضوع ثاني كما قلنا الزرع الحقيقة رب العزة غيره يزرع سبيل المجاز لأنه يأخذ بالأسباب التي تهيئ النبتة التي تبلغ غايتها وهذا معنى الزرع هذه أسباب ظهرية ما علينا هذا حقيقة وهذا مجاز طيب فقال لأن للعبد أو العباد الناس يعني لون كسب وتسبب في موضوع ماذا المزروع صحيح يعملون الأرض يبذرون يسقونه يتعاهدونه يعشبون النباتات الضارة لهم لون كسب لون كسب في ذلك طيب أما في إنزال الماء من السحاب فلا لون كسب لهم أصلا ولم صحيح ما عندهم ما في إلا الإزدغاث يا رب أسقنا الغيث ولا نجعلنا من القانوطين صحيح لأن يمسك الله عنهم إيش المطر ما في لا تستطيع أن تنزل المطر في ذلك الزماعة لن تقول الحين إنزال المطر الصناعة لا ليس لهم أي لون تسبب وكسب في موضوع المطر صحيح ثم قال الشيخ من عرف قدس الله سره وأيسر على الناس أيسر على الناس أن يحطموا أو يفسدوا ما لهم فيه يد وكسب من أن يفعلوا هذا فيما ليس لهم فيه يد ولا مشاركة بل هو من فعل غيرهم استقلالا حام حول المعنى هو لا أدري ما الذي أراده هو بضقة لكن ليس هذا هو المعنى بالضبط المعنى أبسط من هيك وأجمل من هيك ما هو أقول لكم أنطلق من مقدمات من عرفة وإنتهي نتيجة أخرى أكثر إحكاما بإذن الله فعلا العباد لما كان لهم لون تسبب وكسب في موضوع الزرع بما ذكرنا يحرث الأرض ويبذر بعدين ويسقي ويعشب ويتعاهد وإلى خير ظنوا ماذا ظنوا أن الأمر رهنئ بسلسلة الأسباب ها نحن قد أخذنا ماذا بالأمر على وجهه وبأسبابه وعلى أرجح بما يقرب من القطع سيبلغ هذا الحرف مرتبة الزرع ويونع ويثمر وسنحصل على ما نريد ظنوا توهموا أنهم قادرون عليه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت من من أن جبت المعنى هذا من سورة يونس وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر ليلا أو نهان فجعلناها حصيدة عن الزرع كأن لم تغنى بالأمس والله كشعر بدني شوف ما لا تفهموا في موضع القرآن يشرح في موضع آخر فالآن الناس في آية الواقعة ظنوا أنهم قادرون على هذا الزرع الله يقول لهم قدر موهومة ليست من الحقيقة في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير ولكنكم تنازعون وجعلتم عظم أي ظنكم أو عظم يقينكم في الأسباب فكأنهم يناكرون فاقتضى المقام أن يأتي بماذا؟ باللام التي للتوكيد لو نشاء لجعلناه عظم الله يقول نحن على ذلك مقتدرون نستطيع ذلك طب لماذا تؤكد يا رب؟ لأنه ليس مؤكدا عندهم من بلادتهم وغباوتهم يظنون أن الأمر رهن لسلسة الأسباب والمسببات أنه لا أما فيما ليس لهم فيه لون تسبب طبعا هنا لا يناكرون ولا يجاحدون فقال لو نشاء جعلناه أجاجا يا شيء حجيب والله عجيب يا أخي لا إله إلا الله في آيتين متواريتين والفرق هنا اللام فقط لام لا جعلنا هنا جعلنا وقال لك هذا كلام بشر مش كلام بشر ولا يقدر عليه بشر صحيح؟ في البقرة واذقلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فقلنا لهم لمن؟ لبني إسرائيل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا في الأعراف واذقيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا هنا سؤالان لماذا في البقرة قال فكلوا وهنا قال وكلوا ولماذا في قصة أبوينا عليهم السلام وكلاء منها رغدا حيث شئتم قدم الرغدا على المشيئة وفي حق بني إسرائيل في الموضعين قدم المشيئة على الترغد صح؟ إذن هما سؤلان والحكمة واضحة أيضا في سورة البقرة أمر بني إسرائيل بالدخول ادخلوا هذه القرية فكلوا الفاء تدور على ماذا؟ على تعقيب صحيح؟ تعقيب سريع تقريبا المهلة وجيزة جدا جدا إن كانت مهلة أصلا لماذا؟ لأن وقت الدخول وحي التقضي يعني ينقضي سريعا عندك إيه؟ بيت المقدس قارية مدينة بدك تدخلها كيف يتم الدخول؟ مجرد تجاوزوا الباب ودخلوا الباب افتح الباب ودخلوا دخلت خلاص انتهى صحيح؟ ولذلك هذا الدخول يعقبه ماذا؟ الأكل ودخل فكل من غير مهلة عظيم لكن في آية العراف أسكنوا الأمر هناك مش بإيه؟ أمر بعد الدخول لسا بعد ما تدخل وتأكل لأنك تعبان جاي من سفر الآن أسكن توطن البلدة بعد أن تسكن قال أسكنوا وكلوا يعني اجمعوا إلى السكنة الأكل منها ومن خيراتها اجمعوا مش أكل مباشر بلا مهلة كذا لا اجمعوا لماذا؟ لأن أمر بالسكنة والسكنة بدها مهلة وبدها وقت وتمتد وقتا طويلا بحسب ما يخيض الله لهذا الساكن ساكن سنة سنتين عشر عشرين خمسين إلى أن يموت سكنة شفت الدقة سأدخلوا فاكلوا هنا أسكنوا وكلوا لا إله إلا الله ستقول لعمري منسها ولا ستقدر تنسها خلاص خلاص شفت تضبط المتشابهات لما تجي بأية البقرة أدخلوا ستقول فا فاكلوا لأنه دخلوا والدخول سريع التقضي تجاوزوا الباب دخول أدخل فاكل لكن أسكن وكل سكنة ممتدة طويلة أجمع الأكل إلى السكنة والسؤال الثاني لماذا وكلوا حيث شئتم رغدا في قصة أبوين رغدا حيث شئتما رغدا حيث شئتما واضح لأن جنة الأبوين كل شيء فيها متاح وتقريبا لا يحتاج إلى تكلف أو تعمل وما هو إلا مد اليد بد يدك كل جنة لكن فيت المقدس هذه القرية في حق بني إسرائيل فيها رغد وفيها نعم لكن كرغد المدن العادية الدنيوية ليس الجنان حتى لو كانت جنة الأبوين جنة دنيوية كانها جنة من نوع خاص الخلاف فيها معروف المسألة هذه هل جنة سماوية أو جنة دنيوية أنا أرجح أنها جنة دنيوية وفي علماء كبار وأكبر مني توقفوا وفي المشهور عند الناس أنها سماوية لا أنا أرجح أنها دنيوية لكنها كانت جنة جنة لا كالجنان لا بيت المقدس ولا غير بيت المقدس مثلها لذلك إصابة رغد العيش فيها لا يحتاج إلى تكلف وتعمل مجرد مد اليد كل شيء موجود على طرف الثمام كما تقول العرب على طرف الثمام مد إذا أخذ لكن في حق بني إسرائيل تحتاج إلى إيش إلى نوع تكلف وتعمل لذلك يقدم المشيئة حيث شئتم رغدا دقيقة فيها دقة حجيبة لا إله إلا الله في سورة البقرة دعاء إبراهيم عليه الصلاة وعفظه السلام رب اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمارات من آمن من الله واليوم الآخر لا فعل اجعل هذا بلدا بالتنكير في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن أعبد علي إجعل هذا البلد بالعهدية سمها إيش العهدية لأنه حيني اجعل هذا البلد أي بلد بلد معهود معروف وهو إيه مكة شرفها الله وصنها هم سمها قال إيش العهدية واضح طيب لما عرف هنا ونكر هناك والداعي واحد ويبدو إيه الموضوع نفسه لا الموضوع ليس نفسه من أحسن ما قيل في كشف سر هذا التشابب بين الآيتين كأنه يجب أن أخشف أول ما لفت إليه رحمة الله علي قال الدعاء في البقرة قبل أن يتبلد البلد كان مجرد واذيا متصحرا ليس فيه لا ماء ولا زرع ولا بشر لا يرتدوا أحد فقال رب اجعل هذا بلدا اجعل هذا بلدا هذا مفعول به أول طبعا هذا مبني على السكون لأنه نسم إشارة في محل نصب مفعول به أول بلدا مفعول به ثانيا مفعول به عفو ثان مفعول به ثان يعني ثاني ما مغوص بس ثاني في لغة العربية يقول ثان المنقوصة مفعول به ثان إذا قلت ثان مفعول به ثان أما في إبراهيم رب اجعل هذا البلد هذا البلد شوف البلد بدل من إيه من هذا آمنا فهذا بعد إيش أن تبلد البلد بعد إيه أن تبلد صار بلدا هو فيطلب له إيه الآن الأمان البلد الذي تبلد أما في تلك فيطلب أن يبلد البلد ويجعله آمنا فبعد أن تبلد البلد يطلب له ماذا الأمان يجعل هذا البلد آمنا هناك طلب شيعين وهنا طلب أيش شيعا واحدا شيء عجيب وهذا معقول مفهوم لأن إبراهيم أول ما جاء أول مرة ما كان فيه بلد صحيح فإذا لابد أيش أن يطلب أي تبليده ولما جاء بعد أيش أن تبلد البلد طلب له ماذا الأمان طلب له الأمان طيب في سورة البقراء وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يعقلون في سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فقط الخلاف في تذيه الآية هناك لا يعقلون هنا لا يعلمون ولا يهتدون نفس الشيء لماذا غاد قال يعقلون لماذا قال هنا يعلمون ستقول لي والله تخربط فيهم طبعا تتخربط وبعد أن تفهم التفسير عمركم تجعل تتخربط ستعرف دائما في البقرة يعقلون في الماء إذا يعلمون لا إله إلا الله في فرق في فرق طبعا دقة هذا متشاب القرآن اللفظي أول قبل أن نجيب أول